شركة ميسك لها شركة اللي تابع ليه الـ ERT حررت محضر ضد السيد عماد وحيد وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي متابعين حضر لكم بكل تأكيد فترة اللي فاتت وانتقال قناة النادي الأهلي إلى شركة بيزنتيشن اللي هي الرعاية لها الدوري الممتاز وأيضاً كمان لدلوقتي لها النادي الأهلي خلينا بس نسرد لكم الخبر بدون أي تدخلات الشركة شركة ميسك اللي هي شركة إنتاج الفني عملت محضر باسم شرطة 3 أكتوبر 3-6 أكتوبر برقم 766 لسنة 2016 إداري ضد سيد عماد وحيد وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي لقيامه يوم الخميس موافق 2-6 ومعاه 25 فرد من الأفراد بالتهجم والتعدي على مقرها الكائم ببدينة الإنتاج واللي بتدار منه قناة النادي الأهلي ده بحسب المحضر كده قالك في محاولة اغتصاب حيازة الشركة له بالقوة الاستلاء ومحاولة طرد عاملاء الشركة وموظفينها والجدير طبعا بالذكر أنه فيه دعوة تحكمية سيتم الحكم فيها قريبا إحنا بنحاول نوصل برضو لسيد عماد وحيد إذا كان عنده رد أو حد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يتعلق به هذا الشأن